منتخب. حاسس انك قدمت اللي اسمح ان انت ترجع على المنتخب ولا كاللسة شوية? يعني والله كابشوبر انا كالنفسي ارجع على المنتخب بصراحة. اكيد. انا اكيد كل واحد نفسه. انا شايف اللي انا الحمد لله الحمد لله. بس كابشوبر. ايه. كل المواجبين الليعبوا استنادي في الدورة كلهم كواسين جدا. نعم. جدا وعلى المستوى علي جدا. بس انا ما اخدتش حجم المطشط لهم ما اخدوها. نعم. يعني فيه ناس لعبها 30 مطش جايبة 9 تجوان. انا لعبت مثلا 15 مطش جايبة 8 تجوان. انا بكلماتك في التل الدقيق. ايه. ليش دعوا بالخمس دقيق والعشر ده? انا كلمة ان لعب 15 مطش بالزبط او 16 مطش. 8 تجوان. 8 تجوان. نعم. لو انا كنت لعبت مثلا 30 مطش اكيد المعادل التهديفي بتاعك انا بقى اكتر من كده. لو لعبت زي الناس اللي لعبه مثلا 30 مطش و 28 مطش و 1 و 30 مطش. ام. وجايبين 9 تجوان او 10 تجوان. لو انا لقيت مثلا خمستاشر من ستاشر ماتش جابت امان تجوان فده معدل كويس الحمد لله يعني وانا المفروض اللي انا ليه رصيد اكيد لك رصيد انت كده بتزود رصيدك يعني اللي انا شايفينه دي دي فيديوهات خاصة بباسم الحقيقة واضح انه الامر عندك بقى جدي تماما يعني حتى عضلات بطنك اتزبطت بشكل جيد الفوتورك عندك بشكل جيد هل دي رسالة هل ده اسرار ده ما كانتش خلاني اتكلم بأمانة يعني في نجومية باسم الطغية ما كنتش في عمر كده لا ما يعني ما كنتش اوي كده مع يعني التمرين طبعا والله كبتشي انا كنت بخلص تمرين ناديوس ويروحه لكابتن اياد شكرة ده مدريب الفيتنس بتاعي يعني تعبتم معي جدا ده برايفة بتاعي ايا انا بتاعب معي جدا بصراحة هو النس اللي التابعت معي بصراحة يعني كابتن اياد بصراحة أشكره من خلالك صلح ان انت بقى لك فترة يا مرة بشعر ومرة غير شعر أنا على طول من بالضبط من بعد كورونا